السلام عليكم ورحمة الله طالبة المرحلة الأولى في قسم تقنيات هندسة الماضيخات وكلية تقنية المسيب جامعة الفرات الأوسط التقنية فأحبيكم في محاضرة جديدة من محاضرات ومواد الميكانيك الهندسي محاضرة اليوم هي المحاضرة الأولى بالجزء الثاني من الميكانيك الهندسي اللي هو الدايناميك تعرفون أنت كل المواضيع اللي أخذناها سابقا تحليل الغواء العزوم الاتزان الاحتكاك الهياكي السنترويد كل نواعه كل نواعه وبالحقيقة هناك مجموعة من المواضيع الإضافية بالستاتيك يعني أنا ما انطيتها بناء على موضوع التقليص بالمنهج يعني أكو بعد عنان اختيار التقليص كان مو يعني عبثي أنا قدر الإمكان حاولت يعني أشيل لك المادة اللي ما رح تأثر عليك جدا من تصعد بالمرحلة الثانية والثالثة وهكذا والمواد اللي حرصت أنه أنطيك إياها لأن مهمة جدا جدا وإلها علاقة بأساسك وبالمواد اللي رح تأخذها إن شاء الله بالمراحل القادمة طيب الجزء الثاني من الميكانيك الهندسي مثل ما تعرفون اسمه الديناميك الستاتيك جنا ندرس بيه كل الخصائص اللي يصير على الأجسام لمن هي بحالة سكون لمن بحالة سكون هنا الديناميك من اسمه بعد هو الديناميك رح ندرس الخصائص اللي يتأثر بيها أي جسيم نتيجة الحركة نتيجة الحركة هنا وحسا بادي لكم وانهاية يعني محاضرة مكتوبة بخط اليد وأيضا عندي محاضرات ثانية بي دي اف على نفس الموضوع رح أصاعد لكم إياها انتباعا على المواضيع وأيضا بالديناميك هم رح أختار لكم المواضيع الأساسية جدا اللي تفيدكم بالمواد الثانية فالديناميك مثل ما تشوفون عسا هنا تعريف مالته هو جزء جزء من الميكانيك لأن قلنا الميكانيك ستاتيك وديناميك يتعامل مع التحليل الأجسام تحليل الأجسام في حالة الحركة في حالة الحركة طيب أكو نوعين أساسية نوعين أساسية بالديناميك يعني خلنقول الديناميك هو عبارة عن جزءين أساسيين الجزء الأول يسموه الكيناماتيكس والجزء الثاني يسموه الكيناماتيكس كيناماتيكس وكيناماتيكس شين الفرق بيناتهم الكيناماتيكس يعني دراسة الأجسام في حالة الحركة بدون تأثير القوى فقط يعني سرعة إزاحة تعجيل ذن الأمور كلها يعني تأثير ودراسة تأثير على الأجسام حالة الحركة بدون تأثير القوى الخارجية يعني ماكو قوة قوة خارجية قوى الاحتكاك ذن القوى كلها ما لها أي تأثير بهذا الجزء بهذا الجزء اللي هو الكيناماتيك الكيناماتيك لا يأخذ تأثير القوى على الأجسام في حالة الحركة تأثير القوى على الأجسام في حالة الحركة يعني هو خنقول جزء متقدم من الكيناماتيك ليش بإضافة موضوع تأثير القوى ثم شوفون هنا التعريف طبعا كالعاد احنا بالميكانيكس سواء استاتيك أو دايناميك ما عدنا يعني لا تخافون لا تعاريف لا تعالي لا تعديد لا كل شيء مجرد بس مساء بس حتى تعرف يعني بتفتي من الموضوع بس هنا الكيناماتيك which is the study of the geometry of motion يعني دراسة شكل الحركة دراسة شكل الحركة it's used relate displacement velocity acceleration and time without reference to the force يعني يدرس لك العلاقة بين الإزاحة السرعة التعجيل بالنسبة للزمن طبعا لان لاني ثلاثة هن الخصائص نوعا ما هذا الموضوع ومواضيع الديناميك كلها راح تذكرك شوي بالفيزياء لان بالفيزياء هواي ماخذ أمور من هالجانب هواي وحتى القوانين ما لدها مشابهة نوعا ما قوانين السرعة فموضوع الكينواتك راح تدرس الإزاحة والسرعة والتعجيل بالنسبة للزمن بدون without reference بدون ما نذكر تأثير القوة على الحركة مال هاي الأجسام على الحركة مال هاي الأجسام مثل ما تشوفون يعني هسا هذا الجسم الإزاحة مالة X ويمشي بسرعة فيه والتعجيل مالته أي اللي هو الأكسلراشن الريكت الريكت لينر موشن يعني الحركة أو حركة الجسم على الخط وهذا الخط يعني قد يكون يعني مستقيم it's the motion of particle along straight line يعني تعريفه هو حركة الجسم أو الجسيم على خط مستقيم يسموه ويمشي بسرعة ويمشي بسرعة لهذه النقطة هنا هنا الإزاحة مالت سالة بثلاثة متر على أساس الاتجاه هنا هذا يقول لك the displacement is positive to the right of the point أو وnegative to the left of the point أو يعني أساسيات الفيزياء أساسيات الفيزياء طبعا تعرفون بالنسبة للفيزياء الجسم عنده إزاحة الإزاحة معدل الإزاحة على الزمن الصير سرعة والفرق بالسرعة على الزمن الصير تعجيل وبالنسبة للرياضيات اشتقاق معادلة الإزاحة تطيق السرعة ومن ثم اشتقاق معادلة السرعة تطيق تعجيل والعكس صحيح تكامل معادلة التعجيل ترجعك للإزاحة وتكامل معادلة السرعة ترجعك للإزاحة بالنسبة للزمن راح نشوف لأنه بالنسبة للمسائل راح نشوف بالنسبة المسائل هنا معدل السرعة يقول لك هذا الجسم بدأ من نقطة صفر الحد نقطة اي صار عدة إزاحة بعدين الحد نقطة بي الفرق هذه الإزاحات على الزمن يطلع لك معدل السرعة يطلع لك معدل السرعة بمعنى السرعة هي مقدار التغير بالإزاحة على التغير بالزمن التغير بالإزاحة على التغير بالزمن يعني إذا أنت على خط مستقيم سيارة نقول على خط مستقيم مشت من نقطة وصلت النقطة ثانية وكانت الإزاحة مالتها كيلومتر بعدين للنقطة الثالثة صارت أربع كيلومترات وقطعت الزمن من صفر إلى عشر دقائق فأنت تطي فرق الإزاحة على فرق الزمن فرق الإزاحة هو بدأ بإزاحة نقول واحد كيلومتر وصل ثلاثة فثلاثة ناقص واحد اثنيا على الزمن اللي هو بدأ من صفر وصل بعشر دقائق فيصبح عشرة ناقص صفر عشرة دقائق السرعة راح تكون اثنيا على عشرة تطلع لك معدل السرعة معدل السرعة يعني السرعة اللحظية السرعة اللحظية يعني السرعة عند زمن ما عند زمن محدد مو مثل معدل السرعة معدل السرعة هو بالنسبة السرعة خلال مسافة خنقول تراك كامل يعني أو طريق كامل السرعة اللحظية لا خنقول بهاللحظة هايش قد السرعة يعني إنت لمن عند تصاعد بسيارة من الحلة مثلا خنقول الحد بغداد من الحلة بغداد تماضلت على سرعة يعني وحدة يجوز مثلا من الحلة الحد المحاول للا تمشي Armed 1000 Km بالساعة من المحاول الحد خنقول الإسكندرية 50 Km بالساعة من الإسكندرية الحد محمودية صارت 2002 مثلا كم 한국 بالساعة اذا انت صاعد سيارة سريعة كل شو ما تهتم للسرعة فقصدي السرعة اللحظية انه انا اقول لك مثلا بالمحاولة اش قد السرعة ما السيارة هاي السرعة اللحظية اه قانونها النهائي هو مقدار التغير بالازاحة على التغير بالزمن هنا دي اكس على دي تي ليش لانه هنا دي يقول لك اذا عندك معادلة فمشتقة الازاحة لان الاكس ترمز للازاحة على مشتقة الزمن ينطيك معادلة السرعة اللحظية اللي تريدها انت خلال الوقت هذا اللي تريده خلال الوقت اللي تريده نفس الشي بالنسبة هنا معدل معدل التعجيل قلنا التعجيل هو يعتمد على السرعة النوب بالنقطة ثانية ففرق بالسرعة الفرق بالزمن ينطيك معدل التعجيل والتعجيل بنقطة معينة ايضا هو مشتقة هذا المعادلة مالتها ومشتقة اه معادلة السرعة بالنسبة للزمن مشتقة معادلة السرعة بالنسبة للزمن هنا هسا شوفوا شغل رياضيات انتبهونا شغل رياضيات هنا يقول لك اه هنا معادلة التعجيل هي دي في على دي تي والدي نقصد بيها مشتقة خطت رياضيات فصار هذا واضح فهنا معناها مشتقة معادلة السرعة على مشتقة الزمن بعدين شي يقول لك يقول لك اصلا هو السرعة جاي من مشتقة معادلة الازاحة فنفسه هو معادلة التعجيل رح يساوي معادلة الازاحة مشتقة مرتين على اه الاشتقاق للزمن يعني كأنه ماذا يقول لك حتى تتوصل للتعجيل لازم تشتغ معادلة الازاحة مرتين معادلة الازاحة مرتين وهذه المعادلة الثانية طبعا هذا ليش انت لازم تعرفه لأن بالمسائل اه تعرفون مو شرط ينطيك اه رأسا ينطيك السرعة ويقول لك التعجيل لا قد يطيك الازاحة ودلائل على الازاحة ويقول لك اريد التعجيل فانت يحتاج من هاي المعلومات تربط حتى تعرف تقول لاني عندي من التعجيل اقدر اه سرعة ما عندي سرعة اقدر من الازاحة وهكذا طيب الاشتقاق الثاني خنقول او المعادلة الثانية نفس المعادلة الاولى اللي هي معادلة التعجيل دي بي على دي تي دي بي على دي تي ايش قال قالاني اذا بربط في واحد يصير شي بالمعادلة ما يصير واحد دي اكس على دي اكس هي واحد تعتبر فخلى دي اكس هنا للمقام وخلى دي اكس للبسط للمقام وللبسط ورجع حسا قال قال طيب هي الدي اكس على دي تي شنو هي مو معادلة سرعة ممتاز اذا نخلى مكان الدي اكس على دي تي في هنا وخلى هاي المعادلة اذا صار عبنا معادلة ثالثة للتعجيل اللي هي في في الدي في على الدي اكس في في الدي في على الدي اكس وراح نشوف السبعدين دي نشون نستخدم هن كلها طيب خلى نشوف هذا المثال بموشن اوف بارتكال يعني السرعة لجسيم is defined by the relation هنا العلاقة منطكيها على شكل معادلة معادلة ازاحة لان اكس بدلالة الزمن بدلالة الزمن اكس يساوي تي اس اربعة ناقص اتنعش تي تربيع ناقص اربعين اذا هاي معادلة ازاحة بس معادلة ازاحة هنا اقايل لك where x is expressed in meter لان الازاحة بالمتر او بالسنتيمتر او بالمليمتر المهم معناها دي يشير للازاحة and t in second يعني t بالثواني determine the position velocity and acceleration where t to second يعني position يقصد بيه الازاحة او الموقع نفس الشيء velocity السرعة والتعجيل الacceleration لمن الزمن اثنيا ثانيا لان الزمن بالdynamic فدعمل مهم جدا مثل ما قلنا سرعة السيارة من الحلة للمحاويل مو متل السرعة من نقطة المحاويل للمسيب وهكذا يعني اللي يقصد بيه انه الزمن متغير مهم جدا بموضوع الديناميك طيب الزاني عندي معادلة مال ازاحة وهو يريد من عندي ازاحة ويريد من عندي سرعة ويريد من عندي تعجيل طيب الازاحة معادلتها موجودة فاذا مباشرة نتعوض بيها قيمة الثلاثين اللي هي اثنيا سكند يطيك رأسا الازاحة رأسا ينطيك الازاحة السرعة ما تقدر تعوض مباشرة ليش لان هاي معادلة ازاحة بس اذا اشتقيتها للمرة الاولى راح تتحول من معادلة ازاحة الى معادلة سرعة وترجع ايضا تعوض بيها قيمة الزمن اللي هو اثنيا سكند طيب اذا اشتقيت المعادلة بعد مرة ثانية راح يصير معادلة السرعة معادلة تعجيل اهم تعوض بيها قيمة التايم طلع لك التعجيل يعني هذي ابسط حالات الامثلة بالنسبة للدايناميك طيب شوفوا السهنة هاي المعادلة اللي هي معادلة الازاحة عوض مكان التي ثنين سكند طلعت الازاحة سالب اثنين وسبعين متر طبعا السالب هنا دلالة للاتجاه فقط دلالة الاتجاه مو معناه انه يا القيمة سالبة لا لان الازاحة كانما انت واقف بنقطة اذا تروح الى الامام عشر امتار موجب بس اذا ارجعت لي ورا نفس الشي بس تقول عشر امتار بالسالب ليش لان القيمة الازاحة قيمة متجهة قيمة متجهة تذكرون احنا ببداية الشرح للميكانيك قلنا اكو قيم قيم متجهة واكو قيم كمية فقط بس الها يعني كمية مثلا تقول طول اربعة متر هذا هو اربعة متر مفهومة بس بالنسبة للازاحة لا لازم تقول سالب او موجب او باتجاه الشرق او باتجاه الشمال وهكذا طيب اذا المعادلة عوضنا بها قيمة التايم نفس المعادلة طلعت الازاحة طيب اذا اشتقها للمشتقة الاولى اشتقها للمشتقة الاولى تتحول هاي معادلة الازاحة الى معادلة السرعة الاشتغاق بسيط ينزل الاس نقص من الاس القديم واحد نفس الشي هنا 2 في 12 صار 24 نقص مننا 2 بقى واحد والعدد الثابت يروح يصفر تحوض بنفس المعادلة قيمة التيل اللي هي 2 تطلع لك السرعة ناس سرعة طلعت لك سالب 16 متر على ثانية وايضا الدلالة السالبة هي للاتجاه فقط بالنسبة للتعجيل ايضا اخذ المعادلة الاخيرة اللي صارت ما للسرعة وارجع اشتغها مرة وحدة فقط فهنا اس ثلاثة فيه اربعة 12 ينقص من الاس ثلاثة واحد يبقى هنا اثنيا وهنا اربعة وعشرين يروح هذا الان اس واحد وتعوض قيمة الزمن اللي هي اثنية اطلع لك التعجيل هذه حالة من حالات التعامل بموضوع الداناميك انه اذا عندك معادلة طيب اذا عندك معادلة التعجيل خنقول بالعكس ويريد من عندك السرعة والازاحة والتعجيل نفس الحاجة بس مكان الاشتقاق يصير تكامل لان من الازاحة للسرعة للتعجيل اشتقاق بس من التعجيل للسرعة للازاحة تكامل خنشوف المثال الثاني هنا منطينا ايضا معادلة اللي هي للعزاحة هنا يريد الزمن والفلوسيتي والسرعة والاكسلرائشن يريد هنا سرعة وتعجيل والزمن شوفوا هنا الفيكة بالموضوع نفس الفكرة هي بس الحالات اللحظية للمثال هنا يريد السرعة والتعجيل والزمن لمن السرعة صفر لمن السرعة صفر طيب يعني مفتاح الحل مالتنا وين مفتاح الحل مالتنا بمعادلة السرعة ليش لان معادلة السرعة منطينا اصلا منطيك هند قال لك الفي وساو صفر طيب المعادلة اللي منطينيها هو معادلة ازاحة اذا اشتقها مشتقة اولى شو صير صير معادلة سرعة هاي صارت المشتقة الاولى طيب هاي معادلة السرعة بها الهند اللي هي الفي وساو صفر هو قال لي بالسؤال قيمة السرعة تساو صفر اذا صفر المعادلة راح تشوفون يبقى عندي بالمعادلة بس قيمة التايم بس قيمة التايم اه طبعا هنا معادلة من الدرجة الثانية فرح تطلع لنا قيمتيا اما او طلع هنا عدي الزمن يا اما واحد او ثلاثة ثانية اذا تسوي اه يعني تفكها لهاي المعادلة اه تطلع لك قيمتيا للزمن اهنا شو تسوي هسه هو يريد سرعة ويريد تعجيل اه تشتق المعادلة ما للسرعة مرة ثانية تشتق المعادلة ما للسرعة مرة ثانية اطلع لك التعجيل وتعاوض قيمة التايم اللي هو مرة واحد ومرة ثلاثة حتى تستخرج اللي يريدها من عندك فشوف السهناء حسب لك البوزيشن هو لمن الاكس واحد طلع تسعة لان اما او لازم تاخذ القيمتيا وحسب لك البوزيشن لمن التايم ثلاثة طلع خمسة متر هاي معادلة التعجيل مثل ما تشوفون بعد الاشتقاق للمرة الثانية وايضا عوض بيها عوض بيها قيمة التايم مرة واحد ومرة ثلاثة شوفوا بالواحد طلع سالب ستة متر وبالاثم عاش طلع موجه والسالب بالتعجيل معناها اكتها باطئ معناها اكتها باطئ هنا منطيك فالتفسير يعني اما هو دايمشي للامام بصورة بطيئة او دايمشي للخلف بصورة سريعة والمعنى دينهن صحيح ما مطالب بالتفسير لان الرقم هو اللي راح يطلع لك هو الرقم اللي يبين لك حالة الجسم طيب هنا هس راح ننطيكم الحالات اللي يكون بيها يعني خنقول الحالات اللي موجودة عدنا بمساء الديناميك هي ايضا الحالات الاساسية للموضوع الكينوماتيك يعني شون ممكن تجيك الحالات بالامتلة فانا اسم الموضوع determination of the motion of vertical يعني ايجاد حالة الحركة للجسم عدنا عدة حالات الحالة الاولى acceleration as function to time يعني ينطيك معادلة التعجيل بالنسبة للزمن ينطيك معادلة التعجيل بالنسبة للزمن هو هذا التمثيل البسيط مالتها a يساوي f of g يعني مثلا a يساوي t os 4 ناقص 12 تربيع زائد 3 يعني المهم ينطيك معادلة التعجيل بدلالة الزمن هذه الحالة رقم 1 هنا شي يقول لك يقول لك انا عندي a يساوي dv على dt هذا القانون الاساسي ليش لانه مشتقد معادلة السرعة شوفوا هنا شغل رياضيات بس حتى نوصلكم للمعادلة النهائية هنا طرفين بوسطين بقى عندي dv وهنا بقى عندي f of t لل dt اخذ تكامل سوى تكامل رجع dv رجع للv اللي هي معادلة السرعة f of t اللي هي المعادلة قلنا معادلة التعجيل بالنسبة للزمن معادلة التعجيل بالنسبة للزمن هنا حتى يبسطها خلى مكان الv g of t أي بمعنى معادلة السرعة بالنسبة للزمن وهناش قل لك قل لك المعادلة ما للسرعة نفسها اذا تذكرون هي كانت المشتقة الاولى لمعادلة الازاحة بالنسبة للزمن حتى هنا يساويهم حتى هنا يساويهم طيب شنو هذا معنى شنو معنى هسه رح نشوفها بالمثال هسه قلنا الحالة الاولى لمن ينطينا معادلة التعجيل بدلالة الزمن شون نتعاملوا وياها هنا هنا هسه يقول لك particle moving along straight line has a يساوي t تربع يعني معادلة التعجيل بدلالة الزمن هي هاي الحالة التي سألكنا بها find v and x يعني جد السرعة والازاحة عرفته السبعة سرعة ازاحة تعجيل زمن والعاكس صحيح تعجيل سرعة ازاحة طيب انا عندي هاي المعادلة مالة التعجيل لازم شا سوي احولها بحيث اخليها بالنسبة للسرعة صح لو مصح المعادلة الاساسية البسيطة اللي هي بالنسبة لي معادلة السرعة dv على dt هذا التعجيل صح لو مصح اذا رح اشيل ال a اللي هو التعجيل اخليه مكانة dv على dt هاي خليتها هنا طيب ال a هو شنو t تربع هاي المعادلة للمطينيات تدرون ليش على موض اخلي t وال dt بالنسبة للرياضيات حتى اقدر اساوي لها تكامل طيب صار عدي صار عدي dv يساوي t تربيع لل dt اذا سوي تكامل واحد راح يطلع لي معادلة السرعة راح يطلع لي معادلة السرعة بالنسبة للزمن بالنسبة للزمن هاي طلعت عدي معادلة سرعة طلعت عدي معادلة سرعة وشغل رياضيات هاي كلها طيب نفسها هي هاي معادلة السرعة اللي طلعت لي اخر شي اللي هي هنا تي تقعب على ثلاثة زائد سي والسي اقصد بيه الكون استانت هنا ما الثابت ما للتكامل نفس هاي المعادلة ارجع هسه اقول الفي شي يساوي هو دي اكس على دي تي شوفوا شون من الاي راح اصل للأكس طيب دي اكس اذن راح اسوي طرفين بوسطين على مود ارجع اسوي تكامل مرة ثانية لنفس المعادلة هسه سويت معادلة ثانية نفسها هذي سويت لها تكامل صارت المعادلة من الفي للأكس صارت من الفي للأكس طبعا هذا المثال هو مو مكامل هو كامل بس كله بمجاهيل لو كان المثال منطيك بمعلومات يعني قال لك الزمن هلقيت المسار هلقيت كذا اكو ارقام لا كان عوضت بهاي المعادلات وطلع لك الارقام اللي تريدها اللي هي العزاحة او السرعة طيب هاي الحالة الاولى الحالة الثانية لما يكون عندنا التعجيل as a function of velocity يعني منطيني معادلة التعجيل بدلالة السرعة شوف هو النقطة شنو كان التعجيل بدلالة الزمن هسه التعجيل بدلالة السرعة شنسوي له نشوف المثال الاتي شوف المعادلة المنطينية هنا ايه one particle moving along straight line has a يساوي سالب 5 في تربيع شوف المعادلة ما للتعجيل هنا بدلالة من بدلالة السرعة find x اريد الازاحة اريد الازاحة طيب شون وصل للإزاحة أجي أقول آني الأي هو في الديفي على الديفي هاي من دل بداية قلتها بس إذا تذكرون قلت لكم نضرب في واحد اللي هو ديفي على ديفي تطلعنا هاي المعادلة وإذا تردون أرجع أذكركم بها اللي هي هاي المعادلة يعني أيضا الأي هو نفسه في ديفي على ديفي هذا على مود أشيل الأي وأخلي مكانها هذا التيرم كله هذا التيرم كله شغل الرياضيات لأعرفون بالرياضيات لازم المتغير ويوه متغير مشابهة إليه إكس ويادي أكس تي ويادي تي في ويادي في على مود بالرياضيات بنيكون إن المتغيرات متشابهة تقدر تشتغل بالرياضيات أوكي طيب الأي راح نشيله نخلي مكانة في ديفي على دي أكس ليش لأن الاي بدلالة الفي فلازم كلهني صغرا مش شابها طيب شيلة الاي خليت في دي في على دي اكس وهنا أنا عندي خمسة في تربيع هنا واحدة تروح وهنا تربيع كل سهولة المعادلة راح تبقى دي اكس يساوي في في دي في على خمسة في تربيع طبعا أنا ما ريد دي اكس اريد اكس اللي هي المعادلة النهائية فابسطها رياضيا ابسطها رياضيا سووا تكامل هنا الدي اكس يصير اكس وهنا تعرفون دالة هاي بالرياضيات هاي شغل الرياضيات دالة بالمقام مشتقتها موجودة بالبسط اذا التكامل مالتها لن المقام لن المقام طبعا هاي الواحد على خمسة طلع حالين رقم صحيح يعتبر ثابت فالأكس يساوي سالب واحد على خمسة لن الفي زائد سي هذا اللي هو الكونستانت اللي هو الكونستانت شوفوا شون من الاي معادلة الاي رحت المعادلة الاكس هاي الحالة الثانية اذا من طين التعجيل بدلالة السرعة طيب هسه الحالة الثالثة اذا طاني معادلة التعجيل بدلالة الازاحة اخذنا بدلالة الزمن واخذنا بدلالة السرعة واخيرا راح نوصل بدلالة الازاحة نفس الشيء ايضا نحول ال A نخلي مكانه V DV على DX ونخلي ال X ويد DX ونخلي ال V ويد DV ونطلع للشيء اللي يريدها المعادلة اللي يريدها هو نخلي للمعادلة اللي يريدها هذا مثال تطبيق منطيني A يساوي 3X يعني معادلة تعجيل بدلالة الازاحة يريدها Sol 40 As a function of X يعني اريد يساوي المعادلة معادلة زمن بالنسبة للازاحة طيبان السنة زمن ما عندي شلون اساوي هذا الزمن اجي اشيل ال A اخلي مكانه V DV على DX شوفوا هنا راح يصير هذا كل مكان ال A V DV على DX وهذا التيرمالتنا المعادلة اللي هي سالب 3X طرفين بوسطين شوفوا ناقص 3X راح تيجيها DX يصير انسوه والV ويد DV هسا بالرياضيات اقدر احلها ليش لان كل واحد التيرمالتر مشابه الى ال V دي V هذا تكامل اوحد يصير V تربيع على اثنين وال X X تربيع على اثنين هاي تلاثة رقم صحيح معادلة كلها ضربها في اثنين للسهولة ظلت عندنا اخر شي المعادلة استصار عدي معادلة سرعة بدلالة ال X هو هذا المطلوب لا مو هذا المطلوب ليش لان هو راد معادلة الازاحة بالنسبة للزمن ما راد معادلة السرعة بالنسبة للازاحة اذا لازم ارجع اسوه تكامل ثاني لمعادلة السرعة اوصل بي المعادلة الازاحة بس بالنسبة للزمن طيب نشوف شلون هاي المعادلة الاخيرة اللي وصلت لها اللي هي معادلة السرعة طيب السرعة شنوه اصلا هو معادلته معادلة dx على dt وراح اشيل السرعة اخلي مكانها dx على dt شوفوا هاي شيلتها اخلي مكانها dx على dt والترم الثاني اللي هو الحد هذا اللي بقالي من المعادلة الاخيرة اللي هو جذر سالب 3x تربيع زائد c راح اخلي dx وحدة واحول dt لطرف ثاني يعني اخلي نفس الشيء dx وحد واخلي dt وحد شوفوا صار هذا الترم دلالة ال x وال dx وهذا الترم دلالة t وال dt سوي تكامل بالنسبة لل t dt صير t وهذا تكامل ال dx بصراح هذا تكامل رياضيات شوية صعب ولكن خنقول الحد هنا يعني طلعت معادلة الزمن بالنسبة للازاحة طلعت معادلة الزمن بالنسبة للازاحة هو هذا اللي يريده من عندنا هو اللي يريده من عندنا الآن راح ناخذ ال uniform react linear motion وهي الحركة الحركة in this motion the acceleration يعني التعجيل of the particle is equal to zero يعني هنا التعجيل يساوي صفر ليش؟ لأنه السرعة مالة الجسيم ثابتة طيب واحد يقول ليش؟ لأن أصلا التعجيل هو الفرق بالسرعة يعني أنا أستاذ أقول لك من نقطة واحد السيارة كانت السرعة مالة 100 كيلومتر النقطة اثنيا السيارة ظلت السرعة مالة 100 كيلومتر إيش قد التعجيل التعجيل صفر لأنه جاي من الفرق بين السرعتين فمية ناقص مية على الوقت يطيك التعجيل صفر فهنا نوع من أنواع الحركة اللي يسموها اليونيفورم ريكتي لنرى موشن فالدلالة أنه تعرف بيها ترى التعجيل يساوي صفر والسرعة هنا ثابتة ومستمرة طيب هنا رح ننطيكم المعادلات اللي أنتوا تذكروها اللي ما أخذيها بالفيزياء شون صارت هنا؟ هنا هذا يقول لك أنت تذكر القانون مال الفي اللي هو دي أكس على دي تي خلي الدي أكس على جهة وخلي الفي والدي تي على الجهة وتكامل كل واحد لوحده هنا هاش رح يصير رح يصير الـ X ناقص X نوت يعني الإزاحة النهائية ناقص الإزاحة الابتدائية والفي دي تي طبعا ليش في دي تي لأن هنا أنا دعا أكامل بالنسبة للزمن فالفي هنا كونستانت يعني كأنه ما رقم عادي الدي تي صير تي وراح نحصل أول قانون من هاي القوانين اللي هي لما نعدنا السرعة ثابتة X يساوي X نوت زائد VT يعني لما نتريد الإزاحة النهائية لازم تساوي الإزاحة الابتدائية زائد السرعة في الزمن هذا القانون رقم واحد نعم نطيك ملاحظة مهمة جدا يقول لك هذه المعادلة تستخدم فقط إذا كانت سرعة الجسم في حالة ثبات يعني سرعة الجسم ثابتة من نقطة إلى نقطة مو سرعة متغيرة إذن صارت عدنا معادلة رقم واحد الآن Uniform Accelerated Rect Linear Motion هنا عدنا التعجيل مو صفر بس ثابت هنا التعجيل مو صفر ولكن ثابت أي بمعنى بالنقطة الأولى كنا نقول السرعة بين النقطة واحد والنقطة اثنيا نفس هنا التعجيل بين نقطة واحد وبين نقطة اثنيا هو نفسه ثابت ما سيصير هنا عدنا رح نجي لهذا القانون اللي هو قانون الـ DV على DTSOA أساوي له تكامل مثل ما تشوفون الـ DV أكامل أحد والـ A هنا أيضا رح يكون constant lane بالنسبة للزمن راح يبقى عندي المعادلة النهائية اللي هي V يساوي V-NOT زائد AT يعني السرعة النهائية راح تساوي السرعة الابتدائية زائد التعجيل في الزمن شنو معنى؟ معنى أنه ترى السرعة هنا مختلفة يعني السرعة رقم واحد مو نفس السرعة رقم اثنيا وهنا V-NOT هي دلالة للسرعة الابتدائية والـ V دلالة للسرعة النهائية يكون مصادر يكتب لك V-1 و V-2 مو مهم V-1 تدل على السرعة الابتدائية و V-2 على السرعة النهائية هاي معادلة رقم واحد من الاشتقاق هذا أيضا نقدر نسوي معادلة رقم اثنين لنفس الحالة اللي هي حالة الثبات بالنسبة للتعجيل اللي هي X يساوي X-NOT زائد V-NOT في T زائد AT تربية على اثنين ذلك لازم تحفظ هنا القوانين هنا اذا تلاحظون معادلة ازاحة وأكو معادلة ازاحة أخذناها رقم واحد بس ذيكة لمن يكون عندك التعجيل يساوي صفر هنا لا لمن التعجيل مو يساوي صفر لمن الى قيمة وحتى ترجع الذاكة بكل سهولة ذات تذكرون شنا نقول التعجيل قيمة صفر اذا صفرنا التعجيل هذا التيرم كلها رح يروح وترجع عندنا المعادلة نفس همان لX يساوي X-NOT زائد V-T لأنه قوانين السرعة مهمة عندنا بعد اشتقاق ثاني من اشتقاقات التعجيل نوصل بي لقانون السرعة اللي هي V تربيع يساوي V-NOT تربيع زائد 2AX-XNOT الفرق بين هاي المعادلة وهاي المعادلة انه انت هنا تطلع السرعة هاي المعادلة هنا تطلع السرعة اذا كان عندك معلوم التعجيل والزمن هنا تطلع السرعة النهائية هنا تطلع السرعة النهائية اذا كان عندك التعجيل والازاحة يعني بمعلومية الازاحة تقدر تستخرج السرعة بس إذا ما عندك الزمن تستخدم هذه المعادلة اللي هي معادلة رقم ثلاثة إذا عندك الزمن تقدر تروح على ديتش المعادلة المهم ذن المعادلات يفضل أن تخليهم قدامك من يجي موضوع Uniform Acceleration Motion أو النوع الثاني اللي هو لم يكن الإزاحة مصفر تخلي القوانين قدامك وتشوف المعطيات وتقدر تحل على أساسها هنشوف هذا المثال اللي هو تطبيق لهذه القوانين اللي أخذناها سيارة 360 متر منطق إزاحة 30 seconds يعني منطق المسافة اللي قطعتها هاي السيارة والزمن قطعة 360 متر ب30 ثانية While being هلاثنا Accelerated صارك وتعجيل At constant rate ها شوفوا انتبهوا هاي constant rate يعني عدي الحالة اللي يكون بها التعجيل ثابت مو قيمة صفر يعني ما تقدر تاخذ أو المعادلة Off point 5 متر على ثانية طبعا هاي هنا غلط لأن هو التعجيل متر على ثانية تربيع متر على ثانية تربيع بس هنا عدي خطأ ناسي التربيع هنا لأن وحدات التعجيل متر على ثانية تربيع determine its initial velocity يريد السرعة الابتدائية والvelocity اللي هي السرعة الاعتيادية وخنقول النهائية والنقطة الثالثة distance traveled during the first 10 seconds يعني هو مو بثلاثين ثانية قطع مسافة 360 متر يريد بالأول عشر ثواني يجقد قطع من هاي المسافة يجقد قطع من هاي المسافة طيب نقطة رقم واحد مثل ما قلت لكم يعني هي شي حالات حتمده وتخلي القوانين قدامك وتقدر تخلي حسب المعطيات اللي موجودة طيب هنا هنا عندنا قانون الازاحة اكو سرعة اكو ازاحة ابتدائية قد يكون واكو ما اكو ازاحة ابتدائية بما انه منطينا يا خنقول من نقطة الصفر متحرك لان منطينا زمن ثلاثين ثانية يعني من صفر ثلاثين ثانية ومنطين ثلاثمية وستين متر يعني من صفر لثلاثمية وستين لكن لو قائل لي من ميتين متر للثلاثمية وستين لا لازم تكون الاكس نوت خنقول مثلا ميتيين وستين ف الزاحة الابتدائية بهج حالات صفر لان ماه كو ازاحة ابتدائية الزاحة النهائية ثلاثمية وستين شهو منطيني印 السرعة الابتدائية ما أعرف هش قد هو يريدها الزمن 30 هذا الزمن اللي منطينيه بالمعطيات زائد AT تربيع على 2 الـ A اللي هو التعجيل منطينيه منطين المعطيات والزمن نفسه هنا 30 بس تربيع على 2 معادلة كلها بيها مجهول واحد فقط اللي هو السرعة الابتدائية ورح تطلع هنا السرعة الابتدائية طلعت 4.5 متر على ثانية طيب السرعة النهائية أجيبها من القانون هذا اللي هو V يساوي V0 زائد AT ليش ورما صارت عدي سرعة ابتدائية أقدر أحسب للسرعة النهائية سرعة ابتدائية 4.5 تعجيل نص الزمن 30 تطلع السرعة النهائية شوفوا الفرق معناها هو بدأ بسرعة 4.5 صارت السرعة الابتدائية بس السرعة النهائية 19.5 متر على الثانية النقطة الأخيرة اللي هي الإزاحة يريد الإزاحة خلال العشر ثواني طيب رح أرجع على نفس معادلة الإزاحة بس عوض الزمن هنا فقط يختلف عوض الزمن مكان 30 عشرة ليش لأن هو يريد بالعشر ثواني يشقد الإزاحة وهنا سرعة الابتدائية 4.5 والتعجيل نفسه فتطلع الإزاحة 70 متر يعني هو بعشر ثواني قطع 70 متر فقط من 360 وانت تقدر معناها تقدر بأي زمن تحسب له الإزاحة جد بالضبط تقدر تخلي الزمن هنا تريد بعشر ثواني بخمسة عشر بعشرين بخمسة عشرين ثانية تخليه بالمعادلة تطلع لك الإزاحة اللي انقطعت بال الزمن هذا اللي محتمل مرضى طول أكثر هذا كان مدخل لموضوع الدايناميك وحالات الحركة الابتدائية وبالذات موضوع الكينواتيك قلنا اللي هو دراسة الحركة للأجسام بدون تأثير القوى إن شاء الله راح نزل لكم هاي المحاضرة مع محاضرة مشابهة ثانية إلها توضيحية وبها أيضا أمثلة إضافية وإذا كان عندكم سؤال أو استفسار كتبونا إياه بالصف الإلكتروني نشوفكم على خير وسلامة وفي أموان الله شكرا